تقنية الـ High Performance Liquid Chromatic Graphic أو الـ HPLC وكذلك لدينا تقنية الـ Gas Chromatic Graphic أولاً تقنية الـ High Performance Liquid Chromatic Graphic هي كما موضحة في الصورة تتكون من ماطر كهربائي يدفع السائل الموجود هنا والذي يمثل Mobile Face والمقصود بالـ Mobile Face هو السائل الذي يدفع عينة المريض وينقلها إلى العمود الخاص بالتفاعل وهنا يتم حاقن عينة المريض بواسطة Syringe أو حقن كهربائي الكتروني هنا يتمثل عمود التفاعل وفي هذا العمود يبدأ التفاعل هنا والذي يوضع فيه الـ Stationer Face أو المادة الراكدة هنا قد يكون سائل أو صلب والذي يحمل خصائص معينة تتفاعل مع المركب المراد قياسه ويفصل بين المركب في حالة كون هناك عديد من المركبات المتماثلة مثل البروتينات تطبعاً لشحنتها وحجمها وقطبيتها ثم تذهب إلى مكان قياس التفاعل والذي يرسل ذبذبات معينة أو يقيس امتصاصية المركبات المارى هنا ويعطي إشارة إلى المسجل والذي يسجل امتصاصية كل المركب على حدة حسب وقت الوصول هذا شبه مبسط على انتقائيناتها بروفون سيكونت كومدرافي يتم دخل حق نعيات ميض وبالصمام خاص تتحجز لها مكان هنا وعند مائك تفاعل التصمام يتم انتقال جزيات عينة يدفع عينة المريض الى عمول التفاعل. في عمول التفاعل تضع كما قلنا مادة معينة هذه المادة كأن تكون سيلكة والتي تكون قطبية أو مادة لا قطبية أو مادة تعتمد على شحنة مثلا شحنة موجبة أو سالبة تدفع مع المواد شحنة موجبة أو سالبة والتي بالخلالها تفصل المركبات حسب شحنة وحجمها على سبيل المثال لدينا هنا مادة معينة هي سلكة وتفصل بين الجزئات المركبات على سبيل المثال لدينا عديد من البروتينات نريد يفصل كلنا على أحدة ومعرفة كلنا تركيزة فكل البروتي له قطبية معينة وله شحن معين وله حجم معين فالبروتي الذي شحنته أو قطبية شديدة يتفواعل بكثة مع بوصف الستантиيوني faze أو سزكة فيكون بطيء تتنقل أو سرعة بينما المركب الذي يحتوي على قطبية قليلة أو البروتي الذي يحتوي على قطبية قليلة ينفذ بسرعة أما البوتي الذي لا يحتوي على قطبية نهائيا أو المركب الذي لا يحتوي على قطبية نهائيا ينفذ بسرعة أكبر وهذه يساعد على بصل المركبات أو البورتينات تبعاً القطبيات تضعف مرة أخرى تتبع على شحن المركبات فتنفذ على سبيل مثال لدينا هنا مركب داع شحنة سالبة وتمر أو عفواً مادة داع شحنة سالبة فتمر المركبات الأيين المرات قياسها فالمركبات التي تحمل شحنة سالبة بنفسها تنفذ بسرعة وتتنافر وتمر بسرعة أما التي تكون على شحنتها متعادلة فتكون سرعتها طبيعية أما التي شحنتها موجبة فتتفاعل هنا بكثرة في الوسط معاقلة سرعتها وتنفذ آخر شيء إلى أن تصل إلى مكان التفاعل أو عفواً مكان القياس على سبيل مثال لدينا هنا هناك طريق مختلفة لقياس الكمية ونوع العين هنا يتمثل أفواً بضوء معين مثل ضوء مرئي في فلتر خاص لكل مادة معينة لها انتصاصية خاصة حسب الطول الموجي فإن هذا يحدث تركيز أي تبتص هذه الكتابة معينة هذا الضوء منذ المقابل تطرح فوتونات محررات طاقة تطرحه هنا في مكان نهاية التفاعل والذي يعطي طاقة معينة أو لن معاليا يتفاعل مع الديتكتر أو المكان كاشف يقيس الشدة الانتصاصية ويطير تركيز المادة معينة تركيز المادة معينة على سبيل المثال مركب قطبي أو عفوا المركب لا قطبي نفذ بالسرعة كبيرة ويتفاعل بشدة مع اللون الأخضر وتكون نسبته كبيرة فعندما هو في مكان انتصاصية واكتسابه طاقة معينة وطرح هذه الطاقة على شكل فوتونات وتصدم هذه فوتونات بمكان القياس يعطي القياس للكمبيوتر بأنه في الوقت الفلاني تم اكتشاف انتصاصية معينة شدة هكذا وشدة تحدد الوفرة أو الكمية ومن ثم تأتي المركب الذي بعده والذي يكون ذا شحنة متعادلة وقد تأخر بسبب أن سرعته أقل ويتم فصل على هذا الضوء وبالمقابل في الوقت الأخير يأتي المركب الذي يحتوي على الشحنة المطابقة لشحنة أو عفوا المخالف الوسط التفاعل في العمود والذي يكون ببطء فيصل آخر شيء وقد تكون شدته أقل فما يأدي إلى أنه سيعتبر جهاز نسبته أقل بسبب أن الفوتونات التي تمطوح منه وامتصاصيته قليلة وذلك بسبب قلته هذا هو مبدع جهاز أو تقنية الـ High Performance Liquid Chromatography طبعا تختلف التقنية من مكان إلى آخر قد تستبدل هذه التقنية بتقنية أخرى أي مكان التفاعل الأقصد مثلا تقنية Smart Spectrum وستتحدث عنها في مرحلة الأحاقة قنية الغاز كروماتيغرافي ما تشبه هذه التقنية إلى أحد كبير الـ Liquid Chromatography إلا أن الاسم يوضح الفرق ومن هذه الفرقات هي استبدال جزء الموبايل فيس أو جزء الدافع لعينة المريض بجزء الغازي بدل السائل وتمثل بقنينة تحتوي على غاز الـ Nitrogen أو الهيليوم أو الأراغون وغالبا ما يتم اختيار غاز بلا على سرعته وأن لا يكون سريع الاشتعال فعند حق عينة المريض هنا يتفعل غاز عينة المريض أو عفونا هنا يتم حق عينة المريض في هذه المنطقة يتم تسخين هذا الجزء وذلك لتبخير عينة المريض وسهولة نقلها بوسط الغاز إلى عمود التفاعل في هذا عمود التفاعل أيضا تحتوي على مادة Stationary Face أو مادة الراكي تكون سائل أو مادة صالبة تفصل عينة المريض أو المركب مرات قياسه حسب قطبيته وحسب شحنته حسب المادة المضع هنا إذا تم وضع هنا سيليكا فستقوم بفصل مركبات بناء على قطبيتها ولا قطبيتها وذا تم وضع هنا مثلا مادة معينة مبنية على شحنات فتتفاعل مع شحنات المتشابهة معاقل ذلك لأن الغاز سيدفعها في كل أحواء ثم تأتي هنا إلى مكان التفاعل أو عفو المكان القراءة وهذا يختلف من مكان إلى آخر وحسب الشركة سنشرح هنا عن مكان التفاعل هنا كما تلاحظون هنا فإن عندما تدخل عينة المريض التي تحتوي على مركبات معينة يتم فصل على ضعها مثل الأمينو أسيد فإن لكل حامض أميني معين له قطبية معينة وله شحنة معينة فالشحنة متشابه أو نعم شحنة متشابه مع الجزء الراكد أو الستيشيني فيس تنافع بسرعة دافعة المركب بسرعة كبيرة أولا ويعبوه أولا أو أن كونه إذا قطبية متشابهة فإنه يتفاعل بكثرة مع الوسط فيكون بركته بطيئة نوعمة ويتأخذ حتى الوصول لنا هذا ما يدي لحبوب مسافات بين المركبات ويتمفصل على ضوء هذا المسافة وفي الوقت الوصول بعدها تذهب إلى مكان القياس مكان القياس بالنسبة للقاس كروماتوغرافي هناك عديد من التقنيات منها تقنية فليم ايونيزيشن بهذا المكان تتبع عينة المريض هنا ويتم طرح غاز هيدروجين هنا يتم خلط غاز الهايدروجين مع العينة المريض هنا يتم شعر نعم عينة المريض العينة المريض والأخرى وهذا التبخر يؤدي إلى تكوين غاز لو أيونات كاربون وأنت كاربون تأتي بسبب المركبات العضوية أن العحماض الأمينية والبروتينات كلها تعتبر مركبات عضوية وهذا وأن وفرة نسبة الكاربون يشير إلى وفرة المركبات المركبات عينة المريض المركبات وكثرة العضوية أو فرق الجهة وهذا يؤشر تكيز المركب المريض فكلما زادت مركب المريض كلما زادت نسبة الكاربون المتبخر أو الأيوانات الكاربون المحتريقة والمنتقلة من قطب الموجب إلى السالب ومعطية فرق جهة كاربائي معين فهذا يشير إلى قراءات لما زادت قراءات يشير إلى عدوث قراءات كاربائية وهذا يعطي إشارة كاربائية إلى المرتشف ويسل إشارة كاربائية إلى الحاسوب يتم هنا أصل القراءات حسب وقت أو الزمن التي يتم فيه وصل كاربون حيث أن مركبات قدنا التي تذهب أولا ستحترق أولا وتعطي إشارة كاربائية أولا وكلما زادت نسبة الكاربون فيها كلما زادت تركيزها طبعا مقارنتها بعيد تابتها كما أننا في الوقت كما تقاربا